ببساطة انا غيرت حياتي. سلام عليكم معكم مصطفى من قناة مستر بومتاكو. في حالة نهاردة هننتكلم فيها عن التداول. مش عايزين نخش كتير في موضوع التداول ويعني التداول ويعني ايه التداول بخيارات صنعية والسي اف دي ويعني ايه ستين ثانية والحاجات دل ان كل ده هنفهمه مع الموقع بتاع النهاردة. وكل ده بسيط جدا وكل ده هيتشرح بكل سهولة ومش تحتاج تدرس لا اه سعر الدولار ولا تحتاج تدرس اليورو والدولار اللي بيعملوا كام ولا الكلام ده كله مع موقع النهاردة بكل سهولة هتقدر تكسب فلوس هتقدر تضعف اموالك هتودع مسلا اقل حاجة هتودعها ميت دولار هتضعفها المتين وتلتمية وربعمية وخمسمية دولار زي ما انا عملت بالضبط وهتشوف كل ده بعينك وهتشوف كل حاجة دلوقتي. عايز تغير حياتك عايز تبقى بقى اه زي حوحو المحترف. عايز عليك الحاجة الناس بس اليوتيوبرز اللي بيقولك انا بقبض ميت دولار ده انا بقبض ميت دولار كل خمسة شهور ده انا مش عارف كزا ده اليوتيوبرز ما بيكسبش فلوس صدقني هو اول ما بقبض بيحط فلوسه في مواقع الى تقبي李 كده مواقع التداول الموقع ده الي معنا النهاردة فيريم اوبشنز موقع مشهور جدا موقع عالميا مشهور جدا اتشرح بكده في دا بريكنج والف شرحو شرحوا ناصر اي اس فلقز شرحوا كزا حد قبل كده فالموقع صدق 100% والنهاردة جيت دور علي نشرح الموقع ده. ووريك تجروبتي مع الموقع ده. ومضعفة ارباحي في الموقع ده. كلام بتاع النهاردة ده مش هزار. كل هتشوف اثبات بنفسك. كلام النهاردة ان شاء الله هتستفيد منه. وان شاء الله هتشتغل فيه. وان شاء الله هلضعف عرباحك مليون في المية. بازن الله انا واصلك مية في المية من الكلام اللي هابقوا لك. واسمع ان الكلام ده النهاردة هو ما ترجعش وراي. مش هستطول عليك. وقتم لكده خلنانا على طول نروح وانشوف تجربتي مع مضاعفة اموالي عن طريق التداول. ملحوظة لو ما فهمتش حاجة بالفيديو عادة فيديو مرة واتنين وتلاتة لحاجة ما تفهم كل حاجة. في حاجة واقفة معاك. حاجة انا مش هرتاحش كويس. ياريت تسألني فيها في صفحة الفيسبوك وان شاء الله هرد عليك او تكتب كومنت تحت بالحاجة انت فهمتاش وان شاء الله هرد عليك. لكن لازم تطلع من الفيديو ده فاهم كل حاجة بيئة في المية. عشان بتخسرش اي حاجة في الموقع ده. اول حاجة هتلاقي معاك في الموقع ده. اول ما هتلاقي الصفحة اللي هستيبه لك دي هستيبه لك اشتغل في الموقع ده. وانا بحدث لك جدا يعني اشتغل في الموقع. اشتغل في الموقع ده على كظامنتي الخاصة اشتغل في الموقع ده ده ضروري جدا مهم والله العظيم يا جماعة. هتشوف ارباحي دلوقتي حاجة بسم الله شاء الله وموقع ممتاز جدا. تمام? تعال نشوف كده. اه زي ما انت شايف ترتيب بتاع الموقع نشوف كم? نبصت كده هتلاقيه مية وتلاتين الف على العالم واربعين الف على روسيا يا باين? تقريبا الروسيا. تمام? تمام? فانت عطوب بي فتاعتك تسجيل الحساب. عايزين بتطول في النقط كتير. هتكتب هنا اسمك وهنا اسمك التاني وهنا بريدك الالكتروني هتحط هنا البلد بتاعتك. هتحط هنا رقم بالتليفون. انا مسلا في مصر زائد عشرين. تمام? وبعد كده تكتب رقم بالتليفون. مش عارف بقى في كل البلاد كام ولد. اه يعني مهمة بتكتب الكود بتاع البلد بتاعتك الاول. تمام? هنا بتكتب رمز الادخال. لو اللي شايفه قدامك دوما بتكتبه. لو مش عارفه بتعيد التحديد من هنا فبيكتب رقم رقم تاني. بتعلم على الخيارين دول. هما كده بتعلم عليهم. لدي تمنتاشر سنة. لازم يكون عندك تمنتاشر سنة فيما فوق. تمام? لازم يكون معك بطاعة. تاني حاجة الموافق على استلام دي لازم طبعا تعلم على الاتنين دول. هما كده بتعلم عليهم تمام? وبعد كده تعمل تسجيل. تمام? بيتم التسجيل معاك مباشرة بيديك الايميل والباسورد. تمام? يعني انت بيديك كده صفحة بيقول لك اهلا بك وشوية كلام كده بعد كده بيكتب لك الايميل بتاعك والباسورد. تمام? الايميل والباسورد بيكتبهم لك. فانت بتاخد الباسورد وبعد كده تروح على تسجيل الدخول وهي بتكتب ايميلك والباسورد اللي هو بيديهه لك. تمام? بعد كده تعمل تسجيل دخول. تمام جدا. هتلاقيه فتح معاك الموقع ده. اول حاجة هتلفت انتباهك اه في حسابي خمسمية وتمانية وتلاتين سنت. خمسمية وتمانية دولار وتلاتين سنت. تمام? ننزل كده تحت. هتلاقي اول حاجة عندك هنا منصة التداول. هنسيبها دلوقتي خلا نفهم اللي بعد الجدع عشان منصة التداول دي فيها شوية شغل كده لازم نفهمه. فايداع النقود. اول حاجة اللي انت لازم تعملها هو ايداع النقود. انت لازم اول حاجة توضع نقود في الموقع عشان تبدأ تربح منه. هنا انت عندك كسطريقة الايداع النقود. عندك اه باي عن الطرق العادية اللي هي فيزا وماستر كارد. اعتقد ان اغلبنا عنده فيزا عنده ماستر كارد. ثانية واحدة قبل ما تتكلم. في فيزا اسمه الفيزا دي في مصر وفي بعض الدول العربية لكن هي متاحة في مصر. في كل البنوك تقريبا بزاك البنك العربي الافرويكي اللي انت في اللي بتسحب منه ارباح اليوتيوب. نفس البنك ده ممكن تعمل ان عنده فيزا اسمه الفيزا دي بتقدر تسحب عليها فلوس من على الموقع ده وبتقدر تحط فيها فلوس برضو للموقع ده بتتعمل علي كل حاجة. فانت لاسب الفيزا يتكون معك. بتتعمل بخمسة وسببعين جنيه بالزبط بخمسة وسببعين جنيه وبتودع فيها من اول مية جنيه. ففيزا ممتازة جدا دي الفيزا نابس تقدمها فاتمنى انت تعمل فيزا زي دي من البنك العربي الافريكي وتستخدمها. هتساعدك في كل حاجة. تمام في كل حاجة على الانترنت يعني حتى كانت بتفعل حسابات البيبال ولكن حاليا للاسف ما عايتش بتفعل. فخلان كامل عطول هنا بتختار الطريقة انت عايز تتفع فيها. هنا عندك فيها فيزا وماستر كارد النزل تحت هينا عندك ممكن تدفع عن طريق البيتكوين من بتخش تعمل واي بتحط فلوس عن طريق البيتكوين وبتاخد المحفظة دي وبتدفع من خلالها في الموقع ده. آآ الباير زي ما انش شايف هنا ممكن تدفع عن طريق الباير وهنا ممكن تدفع عن طريق كاش. تمام? اتباسد كاش. آآ بي لالفيزا وماستر كارد بحط هنا الكود. وانا آآ انت هنا ممكن الاختياري ممكن تتسبها. بتحط هنا اخر اربع ارقام من رقم البطاعة. يعني رقم البطاعة اللي اربعة اتشار رقم بتحط اخر اربع ارقام. مدينة الاقامة بتاعتك اللي انت عايت فيها. واسم تحب البطاعة. اسمك اللي مكتوب على البطاعة بتاعتك. تمام? وكل الطرق طيب عادية جدا يعني وما فيهاش اي مشكلة. طيب خلينا نروح تاني على حاجة عند كشف الحساب. يعني ايه كشف حساب? يعني بتاعك. تمام? بتاعك. انا اودعت خمسمائة دولار. فبيكتب لك هنا الفلوس ان انت اودعتها وبيكتب لك الفلوس انت سحبتها وبيكتب لك كل الكلام ده عن طريق الموقع هنا. طيب تاريخ اكتباصات الاسعار. دي بقى لو انت عاوز تعرف اه الدولار بيعلى ولا بيقل والحاجات دي كلها بتعرفها بين تاريخ اكتباصات الاسعار. بتشوف الاسعار عالية تقمتها والكلام ده كله عن طريق الصفحة دي. ولكن انت مش هتحتاجك كلام ده كله. اه هنتكلم دقاتي في الموضوع ده. هنخش على سحب النقود. انا بحاول عد الحاجات ده بسرعة. عشان الموضوع ده سهل. وما فيش اي صعوبة. ومش تحتاج اي حاجة ومواقع كله بالعربي. فما تجلقش من اي حاجة. والمواقع انت دايما في امان مع المواقع ده ان شاء الله. خش هنا عند سحب النقود. واه اه هنا ادخل المبلغ المطلوب تمام. هنا بيقول لك لو عايش تسحب في الوسط. تسحب ازاي? هنا انت بتكتب المبلغ بالدولار. انا عايز اسحب بسلا مية دولار. بتاخد منهم كان بتاخد منهم ستة وسعين و اه خمسة وخمسين سنت. ليه? لان الموقع بياخد تلاتة ونص في المية. بياخد تلاتة ونص في المية. يعني انت لو عايز تسحب الف دولار. زي ما انت شايف هو هياخد خمسة وتلاتين دولار. طيب جميل جدا. نقول مسلا عايز اسحب مية دولار. هتسحب عن طريق ايه? الماستر دي بتسحب كل حاجة. بتكتب هنا رقم الكارت. وبعد كده تاريخ انتهاء الكارت بتكتبه هنا برضو بتبع الكارت. الاسمك الكامل. واسم البنك التابع ليه. انت بتكتب مسلا بنك اسكندرية على حسب البنك بتاعك انت. انا مسلا عند رحنا هنا اسمه بنك اسكندرية. فبنكتب بنكة الكاهرة. فبنكتب بنكة الكاهرة. بالطريقة دي. بسطة جدا يعني. بعد كده بتعمل ارسال الطلب. وبيتم معك الدنيا دي كلها. تمام. ممكن تاخد فيلوسة عن طريق اليو باي كارد. وتسحب من اليو باي كارد على البتكوين عادي جدا. ممكن تسحب عن طريق الب로د عادي جدا. ممكن تسحب عن طريق الالات اي دي کاش عادي جدا. تمام بوقع مسهلة كل حاجة. ننزل عن تعديل معلومات هنا انت طبعا اول حاجة اللي لازم تخص علياى. تعديل معلومات عشان تغير الباسورد بتاعك الافترادي اللي هما حتنهول لك. هما حاطي لانك باسورد افترادي انت بتغيره عادي جدا. هنا انت ممكن تختار لعملة اللي انت عايز تشتغل بها. هنا انت بتغير كلمة مرور من هنا. بتغير كلمة المرور. ممكن تغير بعيدك الاكتروني عادي جدا. ده رقم والاسم الاول والكلام ده كله انت ممكن تتغيره. هنا لو عايز تأكد معلومات دي. رقم جواز السفر ضروري جدا طبعا تعمل الحاجات دي كلها. رقم جواز السفر انت ممكن تعمله او رقم البطاقة بتاعتك. عادي ده او ده. وهنا مسلا صورة ده او ايه الجواز. ومن وهنا محل الاقامة السكن يعني بتجيب له اي واصل نور او اي حاجة بالحاجات دي. اه عند حاجة تراجئة انت ممكن تعملها وممكن ما تعملها. اشانه بقرس الف الموضوع ده. لكن يعني حاجة بسيطة ما ممكن تعملها عادي يعني. طيب ننزل تحت عند حاجة وهمة جدا بقى اسمها اصبح شريكا. يعني ايه? طيب نفهم كده مع بعض اصبح شريكا ديا ان انت بتكون مع ازاي بتكون بتكون عن طريق ان انت بتجيب لهم الناس يسجلوا. بتجيب لهم الريفرالز. الريفرالز دول انت بتاخد من ارباحهم سبعين في المية. بتاخد سبعين في المية عند الريفرال. الريفرال ده لو اودع مية دولار انت بتاخد سبعين دولار. طبعا ما بتاخدش منه هو سبعين دولار. بتاخد سبعين دولار دول من المعقعة. تمام? يعني كل واحد بيودع في المعقعة انت بتاخد منه فلوس. وهو ده الربح اللي انا بفروض بشتغل عليه في الوقت الحالي. انا ليه بشروحك الموقع ده. انا بقول لك بكل صراحة. عشان طبعا يعني طبيعي ان انت عايز تاخد فلوس برضو وان انت عايز تفيد الناس. انت بفروض يكون عندك الاتنين يعني. لو حد قال لك غير كده بحدي مش طبيعي يعني. المهم. فانت بتشرح الموقع وعايز تاخد فلوس من الناس. ازاي? انك بتقول لهم على موقع وبتوسط لهم الموقع بشكل صحيح. وبتطمن لهم يعني الموقع. والناس دي بتسجل من الربع بتاعك. اي حد هيوضع فلوس في الموقع من دلار اقل مبلغ الاوداع انت بتاخذ سبعين في المئة من الرقم ده. تمام? يعني ان انت هتاخد سبعين دولار. او دع الف دولار انت هتاخد سبعمية دولار. كل اذا ده انت بتاخد من الموقع نفسه. مش من الصاحب الاوداع نفسه. تمام? فانت كون يتعمق بثعمل وبتخول على اسبح شريكا عشان شريك اه اه اريدي انا شريك. فبتدخول على اسبح شريكا بتلاقيه هنا. وبتسجل عادي جدا هنا وبتضغط عليها بكام اه بارتنور. تمام? وبس وبتسجل عادي جدا وبتاخد الرخرل بتاعك من جوة. نرجع مرة تانية. نخش بقى عند الحاجة المهمة جدا وهي منصة التداول. لو نزيل نتحت خلص لده هتلاقي حاجات بقى للتعليم. انت عايز تتعلم بقى ازاي? الكلام ده كله ما تبصش عليه. انا فاهمك كل حاجة. نخش على منصة التداول. انا هقولك ازاي بقى اه هوريك اثبتات حية دلوقتي للربح وازاي ممكن تخسر وازاي ممكن تكسب. هنشوف دلوقتي مع بعض. هنا زي ما انت شايف لازم اول حاجة تقراها تقرأ الساعة. تمام? لازم تقرأ الساعة عشان تعرف التداول بتاعك هيخلص انت ويبدأ امتى. الساعة هنا زي ما انت شايف ستاشر وتلت دقايق. هنا لو انت عاوز تعمل تداول دلوقتي. هعمل ازاي? كل انت بتعمله بتحدد الوقت. انا فهمك الموضوع كده قبل ما نخش. هنا الوقتي انت ممكن بتختار العملة بتاعتك اللي انت عايز تعمل في التداول. انا بس هنختار اليورو والدولار. يعني ايه? يعني الواحد يورو كم دولار? زي ما انت شايف هنا مكتوب السعر. تمام? هنا في اسعار مكتوبة. مسلا دولار وطمانشر سنت. دولار وطمانشر سنت. الواحد يورو بيسوي دولار وطمانتاشر سنت. تمام? انا اسف لان الناس بتقول ان انا بتتكلم بسرعة وابتاع. انا بحاول لفاهمك المعلومة بسهولة وبساطة. فبما الناس سهلة فانا بحاول اتسرعة في الموضوع عشان الناس تفهم بالراحة يعني ان شاء الله. انا هيسخل عنا في الموضوع. فركز معي. دي رأتي اليورو بدولار وطمانتاشر سنت. تمام? انا رأتي بتراهن. او يعني هي مش راهن هي تداول. انا رأتي بقول. كمان يعني الوقت الساعة وتلت دقيق. يعني كمان عشر دقيق. اليورو يا اما هي على. يا اما هيقل. دولار وطمانشر سنت. هيعلى هيبقى دولار وطمانتشر سنت. مسلا? او هيقل هيبقى دولار وطمانتشر سنت. تمام? هو ده اللي احنا بنقوله. يما هيعلى. يما هيقل. لو انت طلع كلامك صح بتكسب فيوس. القد اللي انت بتوضعه. يعني انت بتقول انا براهن بعشرة أو عشرين دولار. تمام? لو انت كسبت هتاخد ستة وتلاتين دولار. لو انت كسبت هتاخد ستة وتلاتين دولار. تمام? لو انت خسرت هيطيره منك لعشرين دولار. لكن انت عشان مبتدق او ليس تبادق في الموقع فبيدوك 20% من المبنغ اللي انت حطيت ويعني هيديك اه اه اتنين دولار اربع دولار فيعني هي دي الفكرة انك بتقوله انا دلوقتي اه معايا كان معايا عشرين دولار عايز اوضعهم في الصفقة δي. الصفقة دي بتقولك هل هيعله ولا هيعل اليورو دولار؟ اليورو? سعر اليورو الواحد بكم دولار هيعلة او اللي هيقل? انت تقوله مسلا مسلا انا هقول له هيقل. ده انا بقول بناء على ايه بناء على اختيار الناس بما ان انا لسه عقصنا ما درستش ولسه ما مبتدئ فانا بقول على اختيار الناس الناس هنا ستة خمسين في المية هنا بيقول لك ان اليورو هيقل. تمام? وهنا اربعة اربعين في المية بيقول لك انه هيعلى. ممكن بكلهم صح ممكن بكلهم غلط. لكن انا بمشي على اختيار الناس. فالناس هنا ستة خمسين في المية بيقول لك انه هيقل. فانا حدس خطأ. طيب في مشكلة درجاتي معلش لازم نعمل تسجيل دخول مرتين زي ما انتم شايفين زي ما اه زي ما هي واقفة يعني تقول له مسلا ان اعشرين دولار وهقول له وضع وسجل يا سيد ان انا عايز اعمل لعشرين دولار هيقول لك موافق موافق طمام انا موافق درجات ان انا بتراهن او يعني بتداول بعشرين دولار على ان اليورو سعر اليورو هيقل في الكام ديها جايين دولار كام ديها بس ضبط عشر دقيق او اقل من عشر دقائق تمان دقائق. التمان دقائق جايين دول سعر اليورو هيقل. زي ما ان شايف بعد ما انتظرنا الوقت عادة وانتظرنا لحد ساعة ستة وخمسش دقيقة. تمام? والفلوس اتحسبت زي ما انت شايف بقيت اه خمسمية اربعة واشترين دولار من استفقة اللي احنا عملناها في البداية. خلينا برا نشرح بقية الخصائص تحت الموقع ده عاستريع لان معظمها انت مش هتحتاجها انت كل انت هتحتاجه لخيار الصناعية وتحتاجه على المادة الطويل وستين ثانية ممكن تحتاجه احيانا والمتابعة الالية بس الباقي كله عايز حد يكون دارس وعايز حد يكون فاهم في الموقع كويس فنصحت لك انك تستخدم اللي اقلت لك عليه ده بس. الخيارات الصناعية عن مادة طويل ستين ثانية والمتابعة الالية بس. شوف يعني هي المادة طويل هي هي نفس فكرة الخيارات الصناعية لكن كل انت تعمله انك هنا بتحدد على المادة الطويل يعني مثلا خيارات الصناعية بيحدد بعد روعة ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد زاعتين اما الى المادة الطويل بيحدد بعد يوم يوم يومين ثلاثة ايام اسبوع في الوقت ده. مثلا نفس الفكرة يقول لك مثلا بتحدد سعر اليورو بنسبة الدرار ممكن يزيد مثلا اه سعر الواحد يوروب بساوي دولار بساوي واحد وثوانين عشرة دولار او واحد وثوانتشر سنت تمام. فانت هنا تقول له انه هيزيد او هيقل. في مسلا اسبوع. بعد اسبوع مسلا. السعر بتاع اليورو يبقى دولار وسبعتشر سنت. تمام? فبتقول له وضع. وبتحدد هيا المبلغ اللي انت عايز تحدده. بكل بساطة. ننخش على ستين ثانية. معلش عايزين نختصر في الوقت. عشان ما نطولش. ستين ثانية نفس الفكرة بالزبط لكن ببعد ستين ثانية او تلاتين ثانية او مئة عشرين ثانية. يعني انت مسلا لو تراهمت هنا على امتين وخمسين دولار هتكسب رومية خمسة عشرين دولار في ستين ثانية او تلاتين ثانية. تمام? انت فكرة جنونية جدا في الموقع ده بصراحة. موضع ستين ثانية فكرة جنونية جدا. وممكن تحقق منها الاف دولارات يومية بصراحة. الاف دولارات في بقيقة او دقيقتين. فغريبة جدا يعني. بس ما نصحقش برضو بقيها ملأ حوالي انت تتخدمها لانها ممكن تخسرك كل حاجة سانية. نخش على المتابعة الالية لانها جميلة جدا. متابعة الالية يعني ايه بقى? انت لو مش فهم في اي حاجة ومتعرفش اي حاجة في الموقع معك فلوس بس 100 دولار مثلا. ومتعرفش اي حاجة في الموقع كل ما تعمله. انا بتختار التجار. طعم؟ التاجر اللي انت شايف ان في تاجر ده مسلا كسب فلوس وعمل بيكسب فلوس فانت تقول له هعملك مطابعة. مطابع يعني ايه. يعني تنسخ التاجر ده. تعمله النسخ. زي موقع اطورو والموقع دي بتعمله النسخ. يعني اللي بيعمله انت كمان بتعمله. تمام? يعني هو بيختار حاجات في استفقات انتو بتختار زيه. وبتكسب من الفلوس اللي هو بيكسبها. بكل بساطة. تمام? زي ما انت شايف مسلا انا اخترت اليورو والدولار برضو. فانت زي ما انت شايف تاجر ده بيكسب فلوس زي ما انت شايف كسب 11000 من الموقع. ده مسلا كسب 28 دوار طبعا ده بيوريك مصدقية الموقع قدي ايه يعني. تمام? معدل نتجه النجاح التاجر ده 8% معدل نجاح فانا اقول له هنعمل لك متابعة. تمام? يعني ايه بقى متابعة? برجاء برضو تسجيل الدخول معلش لازم ترجع تسجل دخول مرة تانية في الموقع. فهنا ما جيت اعمل ل متابعة بيقول لي في ناس كنترقى ومتابعها فما يفعش معلش يعني المتابعين بتقول تلتمية. تمام? هقول له حد تاني انا عايز اعمل لك انت متابعة. الشخص ده مسلا عايز اعمل له متابعة زي ما انت شايف. انت ممكن طبعا انت اختار اي شخص بيقول لك انا عايز اعمل له متابعة بيقول لك نجاحه خمسة وعين من مية على فكرة. وبيقول لك الحاجات اللي هو بيعملها. هتقول له مسلا تسجل للمتابعة لهذا الشخص. فانت بتعمل المتابعة للشخص ده. فاللي بيكسبه انت بتاخد دزبق منه زي ما انت شايف. طريقة الربح البطيسة جدا كل اللي بتعمله بتودع فلوس تبدأ تشتغل. مش حرام يا جماعة. الحرام ان انت تكسب فلوس ونبليل خسارة. اما انت في الموقع ده ممكن تخسر وتكسب. عادي جدا. دي سألت فيها ناس. فانت ممكن تكسب وتخسر تمام? عادي جدا في الموقع ده. ممكن تخسر فلوس كلها وممكن تكسب فلوس كتير. عرفنا طرق الربح. طرق الربح عن طريق الخيار الصناعية. عن طريق المدى الطويل. ستين سانية المتابعة لله. اربع طرق. وعندك كمان طريقة اصبح شريكا مع الموقع. دي بارة طرق جميلة جدا للربح من الموقع ده. اتمنى ان شاء الله النهاردة يكون افيدكم بمعلومة. بس كده كان فيديو النهاردة. اتمانيكم اعجابكم. اشتركوا يا جماعة في الموقع. الموقع ممتاز جدا. موقع صادق مية في المية. ما تجلقاش من اي حاجة. موقع صادق مية في المية. تشارح بلي كده. ويعني يعني يعني اشهر من نراعي العالم. مشهورة جدا. اتمانيكم الفيديو عاديكم. ياريت لعاكم لك فيديو. ستشتم من لايك. عشان لو عايز تساعدني. عايز خليني اتطور. عايز اي حاجة. لايك. مش مستني منك اكتر من لايك. عايز سعب بشكل اكبر اعمل شير الفيديو في اي حتة. الشير ده برضو بيساعد جدا. الشير ده برضو حاجة يعني ضررية جدا. لو كنت عايز تشوفني مرة تانية. اريد تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس. الناس اللي عانت سبسكرايب. ياريت تعمل سبسكرايب وتعمل سبسكرايب مرة تانية. وتفعل زر الجرس عشان زي ما قلنا تحديث اليوتيوب الجديد في مشاكل في آآ موضوع الاشعارات. فانت لازم تشيل الاشعارات وتعملها وردعين. انا معك من مصطفة وان قنات بستر بومتك. شكرا عشان تشوفت الفيديو واشوفك ان شاء الله في الفيديو بجاي. سلام.